أمانيا مارس النهاردة يوم المرأة العالمي كل سنة وكل ستات العالم بخير وصحة وسعادة دايماً كل سنة وكل بطلة في مكانها بتقدر ترسم حياتها وحياة كل اللي حواليها بتول الوقت برضا تام عن كل شيء وتنشر المحبة والسعادة والسلام في كل مكان هي موجودة فيه سواء كانت أم أخت حبيبة زوجة بكل تأكيد كل واحد فينا في حياته عنده بطلة مؤثرة في حياته حتى لو هو طول الوقت مش بيكلم عن ده أو مش بيصرح في ده لكن شهر مارس بقى كل فرصة كبيرة أو يتقول شكراً لكل ستات اللي في حياتك واللي في المجتمع بشكل عام أثروا في حياتك بشكل كبير ست بصورة كبيرة هي اللي بترسم سطور حياتنا عموماً هي اللي بتشكل الحياة وبتتحدى أي ظروف مهما كانت صعبة بحسني ممكن الستات في الظروف الصعبة بتبان أكتر وأكتر بتبان قوتها على التحدي بتبان عزمتها على أنها تصبر وتعذي الأوقات الصعبة ويمكن احنا شفنا قد إيه سيدات غزة ضربولنا أروع الأمثلة فقد إيه قدروا أنهم يكونوا صمدات طول الوقت قويات طول الوقت في وجهة كل الظلم اللي هم شفوه ولسه بيشوفوه المجتمعات يمكن من أهم لبناتها هم السيدات هم اللي بيبنوا بيعمروا وبيسندوا البيوت طول الوقت في كل الأوقات من أيام شفنا احتفالية السيدة انتصاري السيسي لسيدات مصر وتكرمها لعدد كبير من سيدات مصر فيه يعني كتير من المجالات وكتبت السيدة انتصاري السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان النهاردة الصبح وقالت كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بكل تفاصيلها العظيمة تتحدث عن المرأة المصرية وطبعها الخاصة وهي دايما صوت الضمير والرحمة هي البهجة وايكونة التفرد في العمل الوطني والإنساني والحقيقة دي ما كانتش رسالة الوحيدة المقدمة لأنه فيه رسالة كمان كانت من أيام يومين تقريبا من خلال تكريم زي ما كنت بقول حضراتكم عدد كبير من الرموز في احتفالية المرأة المصرية يقونة النجاح كرمنا عدد كبير من سيداتنا الملهمات المتفوقات في عدة مجالات والحقيقة كان فيه كمان يعني حديث كبير عن مسيرات السيدات الملهمات اللي بيهم ولما بنشوف ونسمع عن قصصهم بنستلهم الكثير من بتدون حوافز كده إيجابيا نحن نقدر نكمل ونتور من نفسنا ونشتغل على نفسنا ويمكن مسألة تمكين المرأة دي كانت يعني مرحلة مهمة جدا اشتغلت عليها الدولة المصرية خلال السنين اللي فاتت في كل المحاول الحقيقة سياسيا وقتصاديا نبدأ لنا نشوف يعني ثقة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بتتجسد في إعطاء أدوار قيادية لدرء المرأة المصرية ارتفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزرية وصلت لـ 24 يمكن في المية خلال الفترة من 2017 لـ 2022 بعد ما كانت في 2014 تقريبا ما تتجوزش لـ 12% وده ما بقول حضراتكم الموضوع مش بس سياسيا مسألة التمكين الاقتصادي فرقت كتير مع ستات كتير